تركيز المجتمع الدولي ينصب أكثر على القرار الأممي 2254 وكتابة دستور وأكثر من كتابة عقد اجتماعي خاصة بمنطقة محدة من الجغرافية السورية العلاقة بين المكونات في المنطقة وخاصة المكونات الرئيسين الكرد والعرب لا يرتبط بشكل أساسي بموضوع العقد الاجتماعي أو الدستير المحلية بقدر ما يتعلق بالتدخلات هذا العقد الاجتماعي سيضمن حقوق جميع الشعوب المتعايشة في هذه المنطقة دون تهميش أي فئة جميع المشاركين في الإدارة الذاتية سيكونون مشاركين في صياغة العقد الاجتماعي كتابتها من قبل طرف وحيد يعني لا يوجد مشاركة من قبل الأطراف السياسية جميعها إذا تم تفعيل هذا العقد الاجتماعي بشكل لا يضمن حقوق كافة أقليات المجتمع أن يتطور ليصبح دستورية انفصال للمنطقة عن سوريا هو ليس أمر بهي وسهل ليكون العقد الاجتماعي هو خطوة للانفصال لم يعترف النظام السوري بهذه الإدارة ليعترف العقد الاجتماعي أول دستور كمان خلونا نتابع استطلاع أراء مجموعة من السوريين في شمال غرب سوريا إعادة صياغة العقد الاجتماعي كدستور والذي كان معدا كمساق للمجلس العام للإدارة الزاتية زاد الطابع الكردة شمال شرق سوريا يعتبر بمسابة تمهيد أولة لانقسام المنطقة عن جسد السوري حاولوا يكرروا كردستان لعراق وخاصة اليوم أبار النفط كلها تحت إيدهم أولا أنا أعتبر الإدارة الزاتية هي طابة على حكم آل الأسد وبتالي ما بيهمنا أمرهم بيهمنا أمر سوريا نحن سوريا تكون موحدة أما إذا بدي يكتبوا دستور نحن كمحرر بالشمال هنا إذا بيعملوا لنا دستور خاص بيخلصنا من حكم آل الأسد أنا معه ما بيحق لأي منطقة تكتب دستور خاص فيها خاصة أنه نحن كلياتنا على الأقل بكل مناطق موالا ومعارضة تقول وحدة سوريا واستقلالها هو لن يغير شيئاً التمثيل العربي حتى لو وجد هو تمثيل سوريا ولن يغير من واقع مشروع البيضة الانفصالة المعروف ما تقوم به الإدارة الزاتية هي عبارة عن قيان طبعاً يسعى للانفصال وبالتالي يشكل تهديد وخطر على المجتمع السوري والمجتمع التركي أيضاً